السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا بيكم يا أهلا وسهلا بيكم يا كل الهلا بيكم والله أنا طلعت أساق يعني بف مباشر لأنه الناس تسأل وين هاي الكتب شنو هاي الكتب وين نشوف هاي الكتب الله تعالى يبارك لي فيكم يبارك لي في عمركم الكتب اللي حكينا بيها البارحة عن حفظ القرآن أو تدبر القرآن أو لمسات بيانية موجودة في قناة التليجرام كلها ناشرها بي دي اف الله تعالى يرضى عنكم كلها موجودة بي دي اف موجودة في قناة التليجرام تقدرون تسحبوها بي دي اف ما موجودة بأكثر بلدان العالم بس انه اللي صارت معارض مثلا صار معارض في مصر صار معارض في الأردن صار معارض في الشارقة صار معرض في الدوحة صار معرض في الرياض كانوا يأخذون كانوا يأخذون الكتب يعني معهم أصحاب الدار الدار اللي طبعها دار التفسير هذا موجود في أربيل زين وخاصة كتاب أسئلة وأجوبة بضبط الألفاظ المتشابهة هذا ما مطبع كله طبع من عنده سبع مجلدات هو ثلاثة عشر مجلد زين لكنه موجودة كلها في التليجرام ثلاثة عشر مجلد هذا لمن؟ لمن يريد أن يحفظ القرآن لمن يريد أن يفهم القرآن لمن يريد أن يدرس القرآن لمراكز التحفيظ الله تعالى يبارك فيكم ويعطيكم حتى يرضيكم خير يا عثمان فضل الله تعالى يرضى عنك وعليكم السلام عبد الله الحيال يا هلا يا هلا يا هلا ممكن رابطوا التليجرام أنا ما عرف إذا يجي هنا بالتعليقات بس شوفوا إذا عدكم أنتوا رابطوا التليجرام بس تكتبوا يعني بالبحث دوريد إبراهيم الموصلي رأساً راح يجيكم أي واحد عنده برنامج التليجرام بس يكتب بالبحث دوريد إبراهيم الموصلي وأكو رسالة مثبتة أول ما تفوت على القناة في بوت هذا البوت موجود كل الكتب طيب ما ما تقدرون تفوتون على البوت الله يبارك فيكم تفوتون على الملفات زي تفوتون على الملفات وموجودة الملفات حبيبي كاكرشاد يا مرحبا وردك كاكرشاد حبيبي الله تعالى يرضى عنك السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا شونك شون صحتك الله يحفظك إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يحفظك ويكرمك ربي يا شيخ من العزيز أنا كلما أشوف البثمالتك يعلم الله أنه صدري إن شاء الله أقول لك صوتك بعيد شوية بس شوية ممكن تعليننا الصوت من عندك الله يرضى عنك العفو شيخ أقول لك أنا من أشوف البثمالتك وأشاهده الله يشهد أنه حتى صدري ينشرح أقسم بالله العظيم والله أخي أنت عدخجني بهذا الكلام يعني هذا لأنه أنت لأن أنت إنسان طيب وإنسان مؤمن فيعجبك مثلا تسمع أي شيء عن القرآن مثلا عن التربية عن التزكية عن الأخلاق فهذا لأنه أنت إنسان طيب الله يبارك فيك أخي الكريم أقسم بالله شيخ أنه أنا أخذ قدوة بحياتي أقسم بالله العظيم لا أخي لا لا غلط تعرف ليش لأنه فقط عندنا قدوة واحد هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا ليه أحنا بشر اليوم أحنا ممكن نشوفونا زينين نسى الله العفو العافية نسى الله الثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ممكن باشر احنا غير شيء الله تعالى يرضى عنك فتقول والله لأنه كان البارحة دوريد أبو مريم كان عايي صلي واليوم استغفر الله استغفر الله بطل الصلاة لا ما يسير فأنت انتبه الله تعالى يرضى عنك دائما أحنا وين قدوتنا الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بسوتنا الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها الله تعالى يبارك فيك زين الله يبارك فيك شيء ممكن سؤال الشيخ عندي ولد صديقي بالمنطقة الشيخ ما يقدر يصلي يعني ما عنده قدرة يصلي ما يعرف يعني اكو شي عيمنعه قوي انه 24 ساعة كسول وما يكاسل انه يقوم يصلي انت تعرف اخي الكريم اسمك ايش ابو ايش اسمك محمد محمد ابو جود الله تعالى يرضى عنك ابو جود يحفظك اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطائرين واصحابه الغري الميامين تعرف الله تعالى يرضى عنك ابو جود مصيبتنا اليوم احنا كمسلمين يعني عظيمة تعرف شنو هي انه احنا نقرأ القرآن ولا نفهم القرآن انه احنا نسمع المواعظ ولا نتأثر انه احنا ندفن الموتى ولا نعتبر هذه مصيبتنا اليوم المصيبة مالتنا انه اليوم احنا نعيش منهجنا اللي احنا اختارينا لانفسنا ما عن عيش على منهج القرآن ولا عن عيش على منهج الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالاضافة ما مر به هذا بلدنا الله تعالى يرضى عنك مر بأمور كثيرة جدا مما خلنا انه الناس تنفر خليها بالك تنفر من شيء اسمه اسلام لانهم رأوا فالممارسات ما تمد للإسلام بالصلاة ما له علاقة بالإسلام فصارت الناس صار عدها ردة فعل وهذه هي احدى الامور التي تأثر على هذا وغيره ثانيا ما قدر الله حق قدره الإنسان لما ما يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره لانه لم يتعلم ولم يتعرف عن جلال الله سبحانه وتعالى حتى انا اعرف الخالق العظيم الجبار الذي بيده ملكوت السماوات والارض رب العالمين اعرفت شلون اخي ابو جوت ابو جوت طلع يمكن احنا ماذا ينقصنا ينقصنا بانه ان نتدبر القرآن ان نفهم القرآن ان نتعلم القرآن اليوم المسلمين يقرؤون الختمة والختمة لكنهم لا يفقهون من القرآن شيئا لا يعلمون من القرآن شيئا الله تعالى يبارك فيكم فانصحكم نصيحة لوجه الله تعالى ادخلوا على قناة اليوتيوب ايضا باسم دوليد ابراهيم الموصل فوتوا على قوائم التشغيل اكو مجالس هدبر رسورة الفاتحة مجالس تدبر رسورة البقرة شوفوها وشوفوا كيف انه انت رح تفتخر بانه انت مسلم وجعلك الله مسلم واللي طلبها يا جماعة طلبها سيدنا ابراهيم خليل الله لأبيه آزر ما اسلم وطلبها نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمه وتعرفون كل الزين شنو موقفنا من عمه وشنو ماذا فعل ابو طالب لنصرة الدعوة زين الله تعالى يرضى عنكم او نوح لابنه ان ابني من اهلي ولكنه ماذا احنا وجينا وشفنا الاسلام الشكال شفنا نفسنا مسلمين على طبق من ذهب ولكن اكثر الناس لا يشكرون الله تعالى يرضى عنكم مسلمين احنا شفنا نفسنا مسلمين لكنه ضيعنا كل ما من شأنها انه يقربنا من الله سبحانه وتعالى صرنا بس مسلمين بس بالهوية والجنسية لكن افعلنا واخلاقنا ما لها علاقة بالاسلام ولا بالقرآن ولا بالحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله يرضى عنكم فلابد انه نفهم نتعلم نتدبر نتخلق حتى احنا ايش ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا كيف يدخلون في دين الله افواجا والمسلمين اليوم هذا حالهم هذا شأنهم صح ولا لا فلازم نشتغل على انفسنا والذين جاهدوا فينا لنهديانهم سهولنا وان الله لمع المحسنين الله تعالى يرضى عنكم طيب ابو جود يمكن طلع ما عرف ليش يلا خير ان شاء الله يجوز انقطع على انترنت من عنده خلونا نشوف من اوكم معانا بعد انا كنا دريد احكي لكم على كتاب احفظ القرآن دي شجعكم على حفظ القرآن المقبلين على رمضان سلام عليكم قالوا محمد سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اياك الله اخي محمد كيف عليك شيخ دريك تعالى يرضى عنك بارك بعمرك يا ربي احفظك ايه محمد احكيني كيف صحتك احوالك والله الحمد الله والله احبيت اسأل المعلية كاني متابعك من المدة وادعولت بالخير يا رب انت بالصناعة وين انت مبين عليك انه بالصناعة انت لا لا بالبيت لا لا بالبيت حسيت انه عفالك اكون من شار حديد او شي اكون يشتغلون قريبين عينا ما شاء الله لقوة الله بالله منين انت من الموصل الله يحفظكم من ديالة ما شاء الله والنعم من اهل ديالة يحفظكم الرب الله يحفظك يحفظكم امين يا رب يوفقكم ردت اختبر انا في مسيرة حفظ القرآن هذه المدة وبدأت من بقرة والان وصلت لسورة مريم طيب شوف انا عندي برنامج برمضان القادم ان شاء الله تعالى اذا رب العالم يخلانا من اهل الدنيا كل سجلنا الاسماء كل ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة التراويح راح يكون عندي اختبار مع طالب من الطلاب في كافة الحال العالم الاسلامي اختبرهم بجزء فادخل على التليغرام حتى احنا كملنا بس اذا واحد طلع مثلا او انه صار عنده عذور ما قدر حتى اختبرك باذن الله عز وجل او سوي لك اختبار والاختبار راح يكون بث مباشر على اليوتيوب ويمكن راح اسوي ايضا هنا على التيك توك باذن الله عز وجل حتى ليش شنو الغاية من هذا الموضوع الاختبارات تقوي الحفظ الاختبارات تكشف عن مكامن الضعف في حفظك حتى انت تقف عدها وتقويها هذا هو الغاية من الاختبارات ان شاء الله 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 يعني برمضان قبل رمضان لا لا برمضان بإذن الله عز وجل وإذا ما صار برمضان وإذا ما صار برمضان بعد رمضان إن شاء الله تعالى ماشي محمد تدخل على التليقرام وتكتب دريد إبراهيم الموصلي تحمل لي كتاب اسمعني محمد تحمل كتاب ضبط بداية ونهاية أحزاب وأرباع القرآن الكريم لأنه أسألك بيها هذه أيضا زين الأحزاب والأرباع بالقرآن الكريم في العشر أجزاء حضر لي نفسك زين لأنه وأريد تروح تدخل على قناة اليوتيوب أكو قائمة تشغيل اسمه اختبارات بعنوان اختبارات القرآن الكريم حتى تشوف كيفية طريقة الاختبار دير بالك طرح اختباراتي تخوف إن شاء الله أنا أريد الصعب حتى نتقن بإذن الله سبحانه وتعالى عفي عليك هذا وإن شاء الله تعالى الله تعالى يرضى عنك إن شاء الله شيخ سؤال آخر الله يرضى عنك شيخ سحنا برمضان ومثلا عدد طلبة تعلم دا يحفظون قرآن مثلا هو يكثر ختمات برمضان لو يبقى ملتزم بالحفظ ويقال خلينا ختم واحدة وختمتين ياهو الأفضل الله تعالى يرضى عنك أنا جوابت في فيديو مفصل عن هذا الموضوع والإجابة متنوعة متعددة ما هو الأصلح لقلبك؟ ما هو الأصلح لقلبك؟ أكو ناس من تجي عليه بس أهم شيء أهم شيء أن يكون المسلم له انتبهوا بارك الله فيكم أهم شيء المسلم أن يكون له ختمة لكتاب الله عز وجل قال أهل العلم أن لا تتجاوز الله يرضى عنكم أن لا تتجاوز أربعين يوما وإلا دخل في هجر القرآن يعني أولا الله يرضى عنك أنه أنا يكون لي ختمة لكنه أنا بعيد عن الله أنا الدنيا ما أخذتني أنا أريد هسة الآن هذا الموسم جاني فكثير من الناس لما جاء موسم رمضان عاد إلى الله سبحانه وتعالى ورجع وأناب وبدأ حياة جديدة ما هو الأصلح لقلبك هل أنه أكثر من الختمات أو أنه أسوي الختمة اللي هي الختمة لابد منها اللي هي خلال أربعين يوم وأنا أستغلها في موسم رمضان لأنه الأجور مضاعفة في رمضان ما بس أنه سبعمائة ضعف يا جماعة الخير بل والله يضاعفون من يشاء قد تكون ألف ومئة ألف ضعف هذه علمها عند ربي في كتاب فموجود الفيديو اكتب عنوان ماذا أفعل في رمضان هل أختم هل أتدبر هل أراجع المحفوظ كل هذا وأنا قلت إذا مثلا الآن محمد أنت حافظ إلى سورة مريم صح؟ والله تعالي يرضى عنك نعم نعم أضرب عصفورين بحجر أشي سوي رح أراجع غيبا من الفاتحة إلى سورة مريم ومن الكهف إلى آخر القرآن أقرأ نظرا فأنا ضربت عصفورين بحجر وأنا ختمت القرآن نعم تمام؟ تزاكم الله خير الله يرضى عنك يحفظ الله يبارك بكم والله تعالي الاتصال بك أسعدني جدا والله أنا أتشرف بكم أخي الله يرضى عنكم بارك الله بك المرء كثير بإخوانه بارك الله فيك جزاك الله خير بالحمد لله أشكر الله يجزيك خير عنا الله يجزيك عنه كل خير وإياكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الرحمن طيب تعال تعال يا شيخ عمر تعال يا براحة أسمعكم السلام عليكم شيخ عمر شونك شيخ أنا أسطى أسطى تبتني رجع من الصناع ما شاء الله ما اليوم مطر اليوم أكون شغل اليوم ما على الشغل إحنا على العطالات تفتح بيث والله أنا فتحت بيث حتى تحكيلهم على مود الكتب الجماعة يريدون الكتب فيريدون يعني وين موجود الكتب كنت أريد أحكيلهم على كتاب أحفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة وكيف أنه يريدون يعني جاء رمضان وواحد شوي لما يجي رمضان النفوس غير شكل مقبلة على الله سبحانه وتعالى أريد أحفزهم من هذا الباب أريد يأخذون الكتاب يخلوا عدهم وحكيلهم على الطريقة كيف يحفظون القرآن بإذن الله عز وجل ويصير عدهم كالفاتحة بإذن الله أنا أنت ما طول دخلت شيخ عمر الله يرضى عنك أريد الشكل تسمعنا بصوتك اللي رب العالمين بمنه وكرمه عليك فضل عليك بهذا الصوت أنه تسمعنا شوية أخي أنا ما هذا كعمر اللي كاتبين عليك أي عمر كاتبين عليك أواعي يقول هذا عمر اللي كان سبب بدخولك الإسلام لا أنا عموري ما قرأت لا لا ما قرأت أنا قرأت والله لا والله لا لا ليس هذا ليس هذا عمر عمر اللي كان بالقصة واللي اسمعتوها بالقصة الله يبارك فيكم ما له علاقة بالمواقع ما التواصل الاجتماعي ولم أرى له يوما أكاونت لا على الفيس ولا على تيك توك ولا على اليوتيوب ولا أي شيء الله يرضى عنكم ويسام هاتف يقول أنا صاحب السؤال لا لا أنا قلت لكم هذا عمر احنا كنا نتدارس القرآن بال2010 و2012 و2012 و2013 و2014 سوية وما شاء الله لقوة الله بالله كان لدينا حلقات طويلة كبيرة في هذا المجال فالله يرضى عنك يا عمر سمعنا أفون شيخ عمر يعني مع حفظ الألقاب الله يبارك وسط عمر وسط عمر أول ليش يعني شنو معنى وسط ليش وسط يعني ليناني تورنة شي شفتم الآن التورنة شي الشيخ عمر يلا يا شيخ يلا يرضى عنك سمعنا معرفة شنوها أكرا بس حولنا صليت لك علينا صوتك خلني نسمع شوية صوت عالية الله يرضى عنك حتى نخل باعة باعة طلع واحد معانا ما شاء الله من ديالة لا من الأنبار يمكن والله نسيت من ديالة من الأنبار لأذان كان بنفس ترتيب أذان مكة يا الله بس ذاك كان شفتو كان مخلي اسمو تحسن للصوت وسماعة اي 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 صح 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 دقيقة شوف هذا شوف شن أدخل على اسمو يلا الله ما أعرف شوف الله بس دقيقة إذا هنا لا ما يصد هنا الله ما أعرف به يلا سمعنا الباحة وين كنت واصل بالحفظ من قلت لك منين عد وصلت الورد اليومي ما لي كان بالبقرة كنت عد تقرأ نمير العراقي لا موجود بربيل بربيل مو بالموصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا راح أضر لأي أجاب على الجماعة لا حبيبي حاليا بربيل الشيخ بربيل أمار يلا يا عزيزي أترك التعليقات ما أكو تعليقات كثيرة لا راح أمضل إحنا ما جاوب يا سيدة الله خلي نسمع شوية الله يرضى عنه أنا أريد أقدم لكم أيها المحبين أيها الأكارم أيها الأفاضل هذا الشيخ الجميل لأنه حقيقة أنا شوفوا الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب محمد لا تطيب المجالس إلا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سامع من 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 أبو موسى الأشعري وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما كان يعرف بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع منه القرآن فكان يقرأ على طبيعته لو هو تخيلوا هو ما كان يعرف وأعجبه صوته الرسول عليه وسلم وقال له وأتيت مزمار من مزامري داود يقول أبو موسى الأشعري يقول الرحمة بالاستماع فكيف بالتلاوة أنك أنت تتلو زين بعد أعلى كيف إذا تريد تحفظه بعد أعلى كيف إذا أنت تفهمه بعد أعلى كيف إذا تدبرت وتأملت بعد أعلى كيف إذا عملت به بعد أعلى كيف إذا تخلقت به ملاحظين الله يرضى عنكم؟ الله يرضى عنكم؟ رحمه الله الشيخ ظنون البدراني رحمة واسعة الله تعالى يجعل قبره روضة من رياض الجنة هذا الشيخ الجليل كان سبباً في دخول الإسلام اللي سمع القضية رحمه الله يلا يا عمر سمعنا هذا كاتب شيخ ظنون جدي نعم ولهذا رأساً ترحمت عليه الله يرحمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شكرا إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَقْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَعْدِهُ لَا شَرِكَ لَا فرا فردنا بتعبان ها ابين من صوتك تعبان بس طيب الله هذه الأنفاس واحد ما يريد يقول لك قف الله تعالي يرضى عنك هذا قبل قبل فترة ولد أمنا كان فاتح يمكن نعتقد كان مكة كان فاتح يعني سعودي كان أمنا بثم القرآن والله كان بيما صفحة يقرأ قبل ما تصل لهاي الآية ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون لا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ما صحيح؟ عادة كل أحد قال كل أحد يقرأ صفحة ماكو أزياد يعني صفحة عادة أنا قرأت الصفحة القبلها شو قلت سبحانك اللهم بحمدك أثاري هو هيش عايسوي عايقشر لي يعني أكمل 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 بس قرأة عراقية كانت والله ممكن يعني قلت سبحانك اللهم قال لي أكمل لي يعني لا تبلوء ولا نبلوء أنكم بشيء من أخوة قال لي تكمل لي بس تمين على هذا التعب السلام عليكم الله تعالى يرضى عنك يا رب الله تعالى يبارك فيكم سمعتم وسط عمر ينزل تلاوات ويشترك المرات في بثوث مباشرة تسحيح التلاوة ما شاء الله الرجل مميز في تعليم وتدريس القرآن الكريم تابعوه الله يرضى عنكم الله يرضى عنك وسط عمر أشكرك جدا لانضمامك ربي ارفع قدرك الدنيا والآخر جزاك للآخر الله يرضى عنك أزاك للآخر جزاك أسترخصاني سلام عليكم سلام عليكم عزيزي أبو أيوب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يرضى عنك والله يصار اليوم إن قد خبرك أسلم عليك سبحان الله في تحت الليف شفتك قلت أصعل أسلم عليك يعني عن طريق الليف سلام عليكم والله تعالوا بعضنا كوي والله يسلمك والله مشتاقي لك أزاك الله خير اشتاقلت لك الجنة والله ما كنت هنا كنت رايح على مصر وكان عندنا معرض الكتاب بمصر فهي الفترة كلها كنت هناك الحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله موفقين شيخنا العزيز حمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين حمد لله رب العالمين يجعله ميزان حسناتك إن شاء الله والله يعني سبحان الله الناس يعني هو مسلم وأهل مسلمين وما شاف عناء يعني سبحان الله بعيد عن الله سبحانه تعالى حسين الشعباني حسين الشعباني يقول أنا ما كنت أصلي من شفت القصر جعت للصلاة وإلى رب العالمين حياك الله حسين الشعباني الله تعالى يثبتك ويرفع قدرك ويعزك ويعني حقيقة هذا أنا أست الآن بكلام هذا تعليق حسين الشعباني أنا ملكت الدنيا وما بيها زين والله العظيم يا حسين الله يبارك فيك حسين أطلع معانا على القسط الله يرضى عنك أبو أيوب أنا أشكرك جدا الله يسلم لا لا مشتاق للهدايا لأنه كل ما نجي طبعا سدرا ماركت في نسوي له دعاية نسوي له إعلان سدرا مع أبو أيوب صاحب سوبر ماركت في حي الميثاق في سوق الميثاق كل ما تزوروا يمطوكم هديك كل ما تزوروا والله شيخ أنت تاج على رأسنا يعني نحن شرف لنا معرفتك يعني يعني ورسول عليه الصلاة والسلام يقول يهدي بك الله رجلا واحد خير ولك من حمر النعم يعني النعم كلها رايحة رايحة بس صلى الله سبحانه وتعالى يثبتنا ويأجرك ويجعلك كل ميزان حسناتك إن شاء الله كل جهودكم الطيبة الله يرضى عنك يبارك يا رب العالمين أحليك من الموصل من نفس الموصل أنت حضرتك من الموصل؟ من الموصل إيه من القديمة من يمجام عمر الأسود إن شاء الله الله يحياك الله يا مرحبا بك أخي الكريم يمجام عمر الأسود بالساعة نعم الله تعالى يرضى عنك يا ربي الله يحفظك إني أحبيتك بالله أحبك الله الذي أحببتني فيه الله يخليك واجتمعت القصة ما لك واجتمعت الحكي ما لك وجسمي أشعر من تحكي الكلمات ما لك من قد تخذت الإسلام وأسلمت الحمد لله يا رب العالمين والله إني جسمي أشعر من سمعت قصتك الله يبارك فيك الله يبارك بك ويكثر خيرك ويأجرك يا رب وكل إنسان يرجع للصلاة إن شاء الله في حسنات أجرك يا رب هم من جميع يا رب العالمين الله يخليك وأني الله يسعر بس حبيت أني يطلع سلم عليك الله يسلمك شكرا جزيلا لك الله يرضى عنك مع السلامة أهلا بك يا شيخ الله يحفظك الله يخليك السلام السلام عليكم شيخ أنا آسف أنت قاعد على تنتظر سلام عليكم أنا ردت الموضوع أنه ينتهي حتى أبقى آخر شي معك أول شيء سلام عليكم ورحمة الله بركاته ما شاء الله على هدوءك الشكل والكلام ما شكل سلس وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله كيف صحتك ما شاء الله اللهم لك الحمد حتى يرضى شيخ عندك وقت يعني على حسب ما يتم طرحه يعني كلام اللي أريد أتكلم بي وياك يمكن أنت أسلمت بال 92 صح نعم بال 92 كانت بداية إسلامي نعم كلامي إذا أبدي بي معاك يمكن من 1188 ما راح يخلص لا إله إلا الله ما شاء الله لقوت الله بالله اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ أول شيء سبحان اللي جعل كمية القبول عندك نعم اللهم صلى على سيدنا محمد نور النور اللي عندك أقسم بمن أحل القسم لا يصف هذا الكلام ليس من شخص واحد وإنما من عائلة كاملة والله الذي لا إله إلا هو إن كنت أبالد أو كنت أتجمل في الكلام هذا الشيء راح يحاسبني بيوم القيامة رب العالمين شيخ كل المواضيع والأمور اللي عملت بيها قبل أن تكون مسلم أنا عملتها أثناء الإسلام طيب كل شيء يغضب رب العالمين أنا سويته طيب بس رب العالمين يشهد علي أنه ما سويته بغضة برب العالمين أستغفر الله نعم لا والله لا والذي جعل نفسي بيده نعم كل الطرق كل الطرق كل الطرق شيخنا إلى أن وصلت مرحلة يمكن إذا أك تكلم بها معك يعني تكون مبالغ بها شوية ما أعرف وصلت مرحلة أنه أمي والدتي في ليت القدر دعت عليها زي اللهم لا يوافقك اللهم 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 شيخ أعمل أطفي مجال العمل عندي قبول والأصحاب العمل يحبوني ويريدوا لي الخير ويسعوا لي لكن العمل أطول بي بالزايد شهرين سائل عندك ملل أخسر العمل أخسر العمل أبال أنه أنت تترك العمل يعني سعى عندك اي ملل و قرص شنو السبب ممعروف. شنو السبب ممعروف شيخي أتوجه ... الغير مكان ماكو شهرين أقل الشهرين نفس الموضوع نفس الموضوع نفس الموضوع إلى أني بيوم من الأيام والله العظيم جالس الساعة ثلاثة ونصف قريبا الفجر مزيد أقلب بالتليفون ما عندي شي تليفون بيديو أقلب بالتليفون بعد ثلاثة ونصف بعد بعد أذني الفجر والله والله على ما أقول شهيد كإنما كإنما شخص سكر كل أصوات الكون جعلني أسمع فقط هذا السوات قمت سبحت توضيت قعت أصلي أبويا ما يترك الصلاة ما يترك فرض خلاص كله بتجارع فضل من رب العالمين والك من مدرسة قرآن ما شاء الله قعدة والفجر لقولي أصلي وراء ما أكملت سلمت التفتت والله العظيم أمي ساجدة وتبكي الله أمي ساجدة وتبكي أبويا نفس الموضوع منها تباوع فرحة استغراب ما أعرف فلليوم من ذاك اليوم اليوم فضل من رب العالمين ما تركت الصلاة إلى أن قبل تقريبا أسبوع والدت حاليا بالعمر هي وآخي وأختي قبل أسبوع استرزقت فتحت موضوع بسيط بزنس بسيط كل شي بسيط بايع متجول خليها نسمي الموضوع زين لأذان المغرب واني كل شي ما بايع خابرتني أم اتصال فيديو من أمام الكعبة والله العظيم والله رفعتي ذيها اللهم يا رب اهدي ابني اللهم يا رب ارزق ابني اللهم يا رب الشيخنا نص ساعة ما بقى عندي عين أي شيء يعني كل النهار من الصباح إلى المغرب وفي كل النهار رب العالمين يسر مبيعها لا اله اللهم رجعنا للبيت قاعدين أنا والحج كان أشوف الفيديو ما عن حضرتك كيف دخلت الإسلام ما رجي طول على البقية يمكن أرد أخذ حصتهم أو شيء بس سامحوني سامحوني كمان طلع طريق الداخلي يطلع نعم صغلنا الفيديو ما عن حضرتك لا إراديا الموضوع لا إراديا يمكن الإيمان اللي بداخلنا يمكن الفرحة يمكن ما أعرف الشعور اللي أردأ أواصل حضرتك العشق قاعدين ودموع الصب دموع لدموع الصب على شنو ما أعرف إلى أن ضحكتنا لما قلت أنه أنت نجحت وأمر رسب والله اللي شايف من المتابعين الأكارم اللي شايف القصة راح يضحك الله تعالي يرضايكم اللي ما شايف القصة ما راح يضحك فعلا طبعا أولا كانت مفاجئة وأنا هنا ما حكنا والله أثير والله ما دارس والله ما دارس لأن أنا بعالم آخر أنا بدنيا أخرى أنا صرت أمام مفترق طرق جنة ونار صار عندي بعد ما دارس ما دارس ما فسلجة ما دنيا يا با خلي تروح الدنيا حتى من جاء تاني جاءت عليه قلت له قلت له يا با عمر بعد الامتحان طبعا الفسلجة دمرت كل شي الفسلجة والله نقرأ وما نفتهم ما نفتهم كل شي ما نفتهم كل شي ما نفتهم يعني أصعب شي اللي علوم الحياة والبيولوجيا يعرفون شنو أقصد فراسا كانت أول كلمة رأسا قلت لي يا با عمر ليش الشكل تحتي أول من تقلب ورقة الأسئلة قل بسم الله الرحمن الرحيم فقل لي شنو قلت له بس قل بسم الله الرحمن الرحيم وطبعا والشون دهارس هو والشون قاري وسهران الليل أنا قلت والله أنا قلت راح أتكرب اسمي وأطلع ما تعب نفسي أنا اللي أنه بهذا اليوم أسلمت أنا بهذا اليوم نطقت بالشهادتين ناثير صح سمعتني القصة كاملة شيخ سبحان الله طولت على طولت على ماسك عسل الله العظيم أن يثبتني وثبتك وأن يجعلك قرة عين لوالديك وهذا أحلى شيء بالدنيا البر للوالدين وأحلى شيء بعد من أنه هذا الدعاء من الست الوالدة إلك فدير بالك وحرص عليهم وربي ثبتك وكلما ازددت معرفة بالله كلما ازددت خشية من الله شنو مشكلتنا احنا احنا قليلي علم قليلي معرفة بالله وبالقرآن وبرسول الله فلابد أن نتعلم وأن نعرف أفوت أشوف السيرة أشوف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كيف عاش من البداية إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى هذه كلها تحفزنا لأنه احنا وين احنا كل شيء ما نعرف من ديننا احنا ولا ولا نعرف أي شيء وكذلك القرآن وتدبر القرآن والتخلق بالقرآن الله يبارك فيك ويحفظك وسلمني على الست الوالدة والسيد الوالد سلام كثير الله يبارك لي فيهم الله يبارك بعمرك ويمدك ويمد في صحتك يا ربي واجعلك ذخر للإسلام والمسلمين اللهم نفع الإسلام بيك اللهم نفع الإسلام بيك اللهم نفع الإسلام بيك يا رب شكرا جزيلا نتلك السلام عليكم واعتذر إذا أخذت من وقتك شكرا يجزاك الجنة خلوني نشوف من هو موجود من الجماعة أيضا أنتو صبركم شوية طرح هذه القصص تفيد كل الناس الله يرضى عنكم الله يبارك شكرا السلام عليكم أخي عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا مرحبا بي شونك أخبارك الحمد لله أحمد وأشكر وحتى يرضى الله يبارك فيه شكرا شكرا أنا يمكن يعني صلاتي كانت متقطعة دائما زين لكن مش فتقصتك يعني وما صار وياك الحمد لله يعني رسول الحمد لله يعني نقول الحمد لله بأنه الآن صلاتك صارت منضبطة منطظمة نعم 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 الحمد لله وحاليا يعني إن شاء الله أحاول أدرس إحكام تلاوة وإلى آخر هذا الكلام الله يبارك فيه الله تعالى يرضى عنك هذا الكلام لأنه الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل وما عدنا دور ثاني الآن من يرسب الطالب بالمدرسة أكو دور ثاني وطلع أهمينا دور ثالث هنا ماكو دور ثاني من يجي ملك الموت ويأخو يروح دور ثاني ماكو أن قول ربي يرجعوني لعل يعملوا صالحا فيما تركت كلا ترى دور واحد هو الله يبارك فيك صح ولا لا عبد الله فخلينا مثل نشتغل في هذا الدور شغل مضبوط نرضي بي رب العالمين نعمل الأعمال الصالحة نتخلق بأخلاق القرآن نعم والصلاة كل تطر أربع دقائق الله يرضى عنك أربع دقائق خمس صلوات عشرين دقيقة عشرين دقيقة مو كثيرة على الله سبحانه وتعالى يا أخي نبع بالله والله تمام صح شيخ الله يرضى عنك ويسأل الله الله يطول عمرك أن يجدد الإيمان في قلبك وأن يحفظك وإن شاء الله جانا رمضان موسم الخير موسم الطاعة موسم الصلاح موسم الفلاح موسم الحسنات موسم الأجور المضاعفة فهنيئا لك أخي الله يبارك فيك هنيئا لك الله يؤزك شيخ وعندي سؤال ثاني شيخ بلا زحمة هل عمر نفسه عمر حمادة هل يقول اسمه عمر حمادة المقلط الجبوري هو هذا الجبوري الساد هو يدرسنا حياة هذه يعني كل شيء سورفلنا على القصة قبل لا أشوفتها يعني وغلب الطلاب يعني شافوها وجدا تأثراوا بها الله يبارك ويكشيخ لا يرضى أنك يحفظك يا ربي يسترعليك تحياتي تحياتي الشيخ بضيطار عمرك سلام الله يرضى أنك أنا بالشيخ إذن أحبتي الأكارم كتاب أحفظ القرآن كما تحفظ الفاتحة كتاب فيه طريقة لكيفية أحفظ القرآن ومشروحة بالتفصيل بالكتاب بس أن تتحمل الكتاب رأسا رح يجيك الطريقة أيضا في لماذا نحفظ القرآن مكانة حافظ القرآن كيف كان السلف يتعاملون مع التكرار والحفظ قصص وعبر وأيضا لقطة مهمة جدا من لزم المبارك صار مبارك القرآن مبارك ومن لزم المبارك صار مبارك الله تعالي مبارك فيكم يا رب مزين طيب خلونا نشوف الله يرضى عنكم منو هذا وينو 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 يلا تفضل يا أبو مشعل الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم السلام أبو مشعل يا مرحبا كيف عالك طيب الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله إزاك خير شيخ أول شيء إني أحبك في الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء خليني أجاوب على أول شيء أحبك الله الذي أحببتني فيه ولأجله الله تعالي يرضى عنك أبو مشعل إزاك خير ما قصرت الله يبارك بك الله يكرم أبشر أشارك الله بالجنة والسامعين يا أماندي وعندي طلب لك عندي طلب تسمعني إن شاء الله أنا أسمعك أبو مشعل أنت من السعودية لا لا أنا من ديرتك أنا من عراكة من البصرة ولكنه كلام الشكل يعني يشبه كلام أي أي أنا كنت ساكن قبل فكوية ما شاء الله أي نسمونا البدون قبل نحن نزحنا للحراق بالتسعين أبو مشعل يسلمك يحفظك والله عندي طلب إذ أمكن تقدر تجورنا البصرة جبير أنا أطلب منك دعوة أل تعرف اسمعني من قبل تقريبا سنتين من حبي للبصرة ومن حبي بالذات لهاي المنطقة والله كنت أناوي وحتى قلت لهم مريم قلت لهم مريم أنا أحب البصرة وأحب الزبير هذه المنطقة وأحب أزورها وعندي ما شاء الله طلبة مجازين من هذا المكان يعني بباب منطقتكم وأريد أزور بعض المناطق هناك يعني الفضل الله عز وجل سبحان الله لحد لا ما أتيسر لهذا الأمر وأنا من نفسي أنا أزور هذه المكان والله أتمنى لأن صراحة القصة اللي روت عنك والأحداث اللي صارت عنك في قصص كثيرة حدث عندها عب الزبير خاصة في الزبير لأن نحن نعيش بالبصرة نمط خاص لكترة مساجدها لألفة ناسها للأمور اللي صارت بيها من بعد الأحداث فهذه الأمور مرتبطة شيء بشيء والاستبيان والتثبيت عند الله سبحانه وتعالى وفي أيضا طرفة بسيطة لنا أخ توفأه الله الحمد لله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى نجعله من الجنة سبحان الله له ملمح منك واسمه فراس معروف لدينا في البصرة في الزبير له ملمح منك وكان قارئ قرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه برحمته فحضورك وحضورك ويعني رؤيتك يعني سبحان الله كإني أراه هذا سبب وسبب الثاني نسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات ولما الثبات في ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم والسلام والبركاته اللهم اغفر لي ولزوجتي وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم آمين صلى لي ولكم الثبات يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك هنا يقول أحدهم ما المحتوى أرغنا ما المحتوى ما المحتوى المحتوى يعني نسلم عليكم ندردش معكم يا أخي ما عندي محتوى أنا محتوى يا بسيط ما عندي محتوى ما عندي محتوى الله يرضى عنكم خلونا نصعد عدي تعال يا عدي السلام عليكم عدي الرشيد شلونك يا خنا شونك أخبارك الحمد لله يحفظك ربي الله تعالى يرضى عنك يا عدي والله يا شيخ أني يحبك في الله الله الذي أحببتني فيه ولأجلي جزاك الله خير يرضى عنك ربي يحفظك والله يا شيخ من سمعنا بقصتك يوميا باليال يعني نطلع بالقصة ما لتكون نتعلل الله شاهد يعني عندنا بالمحل أحتي لي أحتي لي أكثر شيء هالشكل عجبك بها عجبك القضية الختان منعني من شرب الخمر ولا صليت 16 ركعة صلاة المغرب لا أكثر شيء عجبنا أنا صاحبي بالله يعني شايف شايف واحد يعلم واحد الشكل على الصلاة الله يرضى عنك 16 ركعة صلاة المغرب ما شاء الله والله قلت لك يعني حيل عجبتنا القصة من قلت صلاة 16 ركعة يعني قمنا نضعك الله يثبتك يا شيخ والله تعبد بآخر ركعتين من 16 قلت والله خلاص تعبدها صراحة سلم أنا تحية شيخ يا تاريخ أش قد اسلمت 92 شهر 23 ما شاء الله تبارك الله ثبتك الله على الدين اللهم أمين يا رب الله تعالي يا رب والله يا شيخ يعني صحيح حفز قلوبنا صحيح الله يبرك بيك والحمد لله مقبلين على شهر رمضان حتى واحد يعني الشكل يتحفز ويأخذ هذه النفحات الإيمانية ويصحح المسار ويراجع نفسه وسوي مراجعة شاملة عن علاقته مع رب علاقته مع الناس لأنه إلا من أتى الله بقلب سليم نعم الله سبحانه وتعالى بقلوب سليمة يا رب العالمين إن شاء الله تعالى إن شاء الله أزيزي عدين حياك الله وأشكرك المداخلين شوين ساكن بلد أحمد قبل بالموصل أنا بالموصل كنا ساكن باب لقش باب لقش قريبة علينا الموصل إحنا بسهل نينة ويم الموصل بارك الله بك يا شيخ الله يجيك كل خير عنا وعلى المسلمين سلامي سلام شيخ سلمني واصحابي سلمون عليكم كلهم والله سلام سلمني عليهم يرضى عنكم ربي عليكم السلام بلاك الله خير بارك الله بك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا ما شاء الله لقوة الله بالله الله يرضى عنكم نكتفي بهذا القدر راح بعد شوي أذن المغرب وصيكم بطقوة الله وطاعته وراجع عنفسكم وكل واحد طبعا كله ابن أدم خطأ وخير الخطأين التوابون أنه أحنا بالنسبة لنا ماكو واحد معصوم مجبولين على الخطأ لكنه هناك من أخطأ وندمك آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهناك من خطأ أخطأ واستكبرك إبليس والعياذ بالله فصار من المطرودين فنخطأ نتوب كما فعل نبينا آدم عليه السلام وهذا وارد ونجدد التوبة والعهد مع الله ودائما عليكم بالدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وجدد الإيمان في قلوبنا الله يرضى عنكم لكي نذهب إلى الله بقلب سليم استودعكم الله الذي لا تضيع ودعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة